هذه الجماهير التونسية التي خرجت في مظاهرات في العديد من المدن لا تحتج فقط على حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها محمد الغنوشي الوزير الأول في الساعات الماضية بل تطالب بإقصاء حزب التجمع الدستوري حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي حكم البلد بقبضة من حديد على مدى 23 عاما بعض التشكيلات التي شاركت في حكومة الوحدة الساعات الماضية استدركت مواقفها في ساعات التالية وأعلنت عن انسحابها مثل اتحاد العام التونسي للشغل وحزب التكتل الديمقراطي فيما تهدد تشكيلات أخرى بالانسحاب عدد من الحساسيات السياسية والنقابية ترى أن التصريحات وزير الداخلية أحمد فريعة حول الأحداث التي جارت في تونس في الفترة لم تتحرر بعد من عهد بن علي كما أنه لم يوضح من يقف وراء أحداث العنف وعمليات النهب والعصابات المسلحة التي تبث الرعب في صفوف الأهل ومن جهته فقد حرص الغنوش على استحواذ حزبه حزب التجمع الدستوري على الوزرات السيادية في الدولة فهو يعلل احتفاظ عدد من الوزراء في النظام السابق بمناصبهم في الحكومة المؤقتة يعلله بأن أيديهم نظيفة من الفساد والدماء والدولة في حاجة إليهم يشار إلى أن وزراء الداخلية والخارجية والدفاع من بين أعضاء حكومة الرئيس المخلوع الذين احتفظوا بمناصبهم في الحكومة المؤقتة إلى جانب ذلك أفصح الغنوشي الوزير الأول عن معارضته لعودة الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة للتوجه الإسلامي والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة عام 91 من القرن الماضي من منفاه في لندن مضيفا ضرورة أن يتم إقرار قانون عفو أولا قبل عودة راشد غنوشي إلى البلاد هذا فيما عاد إلى تونس المنصف المرزوكي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اليسارية المحذور في عهد بن علي من منفاه في باريس وبين عائد من منفاه وآخر ينتظر العودة يبقى ثالث يصارع البقاء حيث لا رغبة فيه ترجمة نانسي قنقر